دلوقتي يا اخواتي زي ما انتم شايفين كده طريقة اضافة تأثير في النص تمام في تيكست فيو تابع الفيديو عشان تفهم الشرحة كله من اول اخواتي ورحمة الله وبركاته ورجعت لكم في فيديو جديد جايب لكم النهاردة يا جدعان طريقة اضافة تأثير للنص على سكيتش وير تمام زي ما انتم شايفين فهيبول الفيديو طبعا البلوكة هتلاقيها في الوصف تحت تمام وتابع الشرح عشان تفهم الدنيا وتفهم من زي تحط البلوكات تمام والشارحة مش توي الاساسة وهما حاجاتي نزل تعمل لايك وتقدرنا في الفيديو ده هبدأ ان انا اخش على سكيتش وير هبدأ ان انا اعمل مشروع ارجع لكم بعد ما عملنا المشروع هنخش عليه بالمنظر دوت تمام هبدأ ان انا نلغي التول بور بعد كده هبدأ ان انا ننزل لينر فيه بالمنظر دوت بعد كده هبدأ ان انا يا اخواتي اعمل العرض وعمل ماتشي برينت وعمل الجاذبية تمام بعد كده هبدأ ان انا ننزل تيكست فيو بمنظر دوت وهبدأ ان انا اعمل اه حجم الخط 20 او خلي كبير بس عشان تكونوا شايفين الدنيا على ايه تمام منظر دوت بعد كده هبدأ ان انا اكتب هنا ازبط الكلام ده واجلكم تمام يا اخواتي انا ازبطتهم بالمنظر دوت دوت دلوقتي انت عندك طريقتين يا قلبي اخوة عشان تضيف البلوكات تمام في طريقة اللي انت ممكن تدوس على تيكست فيو كده وتدوس على اون كلوك وتبدأ ان انت تضيف البلوكات بتاعتك وفي طريقة تانية ان انت تضيف على احداث وتدوس على اون كريت وتبدأ ان انت تضيف على البلوكات بتاعتك وكده تمام فانا اعمل لك الطريقتين وهو ركئ الفرق بينهم في اخر الفيديو تمام دلوقتي اجداء انا هنبدأ ان احنا ننزل البلوكات بتاعتنا بس احنا ما ضيفناه اش ابدأ ان انا نطلع ضيفة طبعا انت عشان تضيف البلوكات انت هتلاقيها في التنزيلات عندك تمام هتبدأ ان انت تضيف على ثلاث سورة وتدوس هنا قد كده تبدأ ان انت تضيف على اول واحدة طبعا انا عيلة شريحة في كل الفيديوات تمام قد كده تنزل كده تشوف اي مجلد لو ملقيتش مجلد ممكن تعمل مجلد من هنا وتدف في البلوكات بتاعتك تمام انا ممكن اضيفها في المجلد بتاعي دوت بعد كده ابدأ ان انا ادوس على ثلاث نقط وادوس على اول واحدة وبعد كده اشوف انا هاتيتها فين بقى مسلا انا هتتفق اعمال قناتي وسكتش وير وبلوكات وانزل اشوفها هتلاقي مكتوب على تأثير النص بالمنظر دوت هتدوس عليها وهتدوس الليك وهتبدأ ان انت تدوس اول هتنزل تحت هتلاقيه اه زهره معك بالمنظر دوت هتبدأ ان انت تطلع كده قلب اخوك نخش بقى على المشروع بتاعنا احنا دخلنا على اون كريتي الاول بعد كده ابدأ ان انا هنزل ادور على البوكات بتاعتنا ابدأ ان انا ندوس على الملف وانزل تحت هتلاقيه هم هما دول تمام الوقت اخوي ام حاجه هتنزل ايه الاول هتنزل تكست فيو ديت اللي هي البلوكة الاولانية تمام بعد كده هتعمل ايه هتشوف اللون اللي انت عاوزه عاوزه بقى يولو بلاك آآ شوف اللون اللي انت عاوزه ونزله مسلا ابدأ ان انا اختار بنك بـ المنظر ده وحطها هنا في البلوج قديد تمام هاتبقى ان انت تعمل هاتبقى ان انت تدوس على تكستبيو ديت وتبدأ داخل ت给ڭتار exactly وانت هتفرق بينهم طبعا يعني مسلا هندوس على التانية ديت ايه مكتوب تيكستبيو اتنين هنبدأ ان احنا هندوس على الانكولوك ونبدأ ان احنا نضيف البلوكات بتاعتنا زي التانية طبعا دي الالوان هننزل البلوكات ديت ونبدأ نشوف اللون اللي احنا عاوزينه مسلا انا هحط اللون الاصفر واكتب هحد بقى تيكستبيو اتنين بعد كده هبدأ ان انا اطلع بعد كده هاجي هنا هبدأ ان انا هدوس على الانكولوك برضك وابدأ ان انا دفهم هبدأ ان انا نزل اول بلوكة طبعا واشوف اللون برضك اللي انا عاوزه مسلا ناخد اللون دوت وابدأ ان انا نزله هنا وابدأ ان انا ادوس على تيكستبيو تلاتة اللي هي اخر تيكستبيو هي عندك مكتوبة فوق تمام كده احنا خلصنا الشرح بتاع النهاردة هنبدأ ان احنا ندوس تجميع وارجع لكم بعد ما يجمع طبعا التطبيق الجمع تمام ابدأ ان انا ادوس فتح ركز كده او ما ادوس فتح اللي لا يحصل التأثير الاول هتلاقي ضايف يعني التأثير الاول هتلاقي متضاف كده تمام التأثيرين التانيين بقى مش متضافين له او ما ادوس عليه كده هتلاقيه الظهر او ما ادوس على التاني كده هتلاقيه الظهر يبقى معك بالمنظر ده تمام هتلاقي لينك البلوكة تحت مباشر او هتلاقيها في كناتي بتاعت التليجرام وهو انا ازل لكم البلوكة مباشر يا ريت اشوف تفاعل على الفيديو ده عشان لو ما شفتش تفاعل عبدالي ان انا ازل لك اي حاجة باختصار رابط وده كان نهاية الفيديو واريت لو او هتلاقي لك شرك في كناة كناة وطوال جرء 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 جزء نمس اللقل لك دي دور سلام وعلاكو مرحمة اللهم وبركاته شكرا